موسيقى صباح الخير خسير فادحة يتكبدها الاحتلال في عدوانه على غزة ومحاولاته التقدم على جبهات المواجهة فيما المقاومة تواصل التصدي وتحتفظ باليد العليا في الميدان جبهات الإسناد والمشاركة تصاعد في عملياتها كما ونوعا كل ذلك فيما تشهد تل أبي باحتجاجات جديدة وسط مساع لإرساء صفقة تبادل جديدة بينما تتمسك حماس بشرط وقف دائم لإطلاق النار كمقدمة أساسية لأي خطوة لاحقة أهلا بكم إلى هذه التقطية من توفان الأقصى سيكون معنا في هذه التقطية في بادئ الأمر مراسل الميدين أكرم دلول الذي ينضم إلينا من رفح وأيضا يشاركنا في هذه التقطية اللواء محمد عباس خبير في الشؤون العسكرية والسياسية ينضم إلينا من دمشق أهلا ومرحبا بك ولكن البداية دائما مع الميدان ومعكم أكرم لتطلعنا على آخر تطورات في غزة صباح هذا اليوم يعني بالتأكيد مايا نحن نتحدث عن يوم جديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبالتالي تواصلت طوال الليل الغارات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي الذي طال كل محافظات القطاع لكنه ركز على مدينة غزة وخان يونس نبدأ من خان يونس التي تتعرض حتى الساعة فيها المستشفيات ولليوم الثامن على التوالي للحصار والقصف الإسرائيلي تحديدا مشفى ناصر وكذلك مشفى الأمل هناك توقفا لكل الخدمات الطبية داخل هذين المشفيين وهذا أمر ينذر بكوارث محققة على صعيد إنقاذ حياة الجرحى والمصابين الذين يصابون على مدار الساعة بفعل الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف المستمرة وبالتالي ما أعلنه الهلال الأحمر خلال الساعات الماضية عن توقف كامل لقسم الجراحات في داخل مشفى الأمل هذا المشفى الذي يحاصر فيه الأطباء وكذلك المرضى إلى جانب عدد كبير من النازحين الذين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية تحديدا من حي الأمل وبالتالي لجأوا إلى هذا المستشفى لكن إسرائيل لم تكترث بحياة الجرحى والمرضى ولم تكتفي بحصار هذا المستشفى بل دأبت خلال الساعات الماضية على إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه أروقة المستشفى على غرار محطة أو مولد توليد الكهرباء في داخل هذا المستشفى والحديث يدور عن شبه تعطل لهذا المولد وبالتالي هذا الأمر انعكس كثيرا حتى على خدمات الإسعاف الأولية الخاصة بالجرحى والمصابين كذا الأمر تماما بالنسبة لمستشفى ناصر مع فارق التقدير على اعتبار أن مشفى ناصر هو المشفى الأكبر الآن في قطاع غزة وليس في مدينة خانيونس لوحدها لا سيما بعد تدمير إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي وبالتالي المستشفى الآن بلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا أيضا وقود خاصة وأن وزارة الصحة أشارت في الساعات الماضية إلى نفاذ الوقت بشأن توقف محطات الوقود الخاصة في داخل هذا المستشفى وبالتالي يمكن للمستشفى أن يخرج بشكل كله عن الخدمة وهناك 350 من الجرحة والمرضى والحالات المستعصية بداخل أروقته كلهم سيكون مصيرهم على المحك إذن القصف الإسرائيلي ما زال كذلك يتواصل على الأحياء السكنية أحزم نارية عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى على المنازل التي تأوي نازحين والمناطق التي كان جيش الاحتلال قد دع المواطنين للجوء إليها تحديدا في منطقة المواصل غرب مدينة خان يونس والمعلوم بأن إسرائيل تضلل العالم بشأن الحديث عن نقلها للمواطنين المدنيين باتجاه أماكن آمنة لكنها تلاحق أولاء المواطنين والنازحين في كل مكان يصلون إليه قد تلحظون في الصورة قد تكون هذه سيارة إسعاب آتية من مدينة خان يونس باتجاه مشافي مدينة رفح مع العلم أن المسافة طويلة وكذلك التكدس في الشوارع كبير وبالتالي هناك صعوبة بالغة في تنقل سيارات الإسعاب من خان يونس إلى مشافي رفح مع العلم أيضا أن مشافي رفح هي مجرد مراكز طبية وصحية صغيرة لا يمكن لها أن تقدم الخدمات اللازمة للجرحى والمصابين لا سيما في هذا العدوان على اعتبار أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في مدينة رفح هناك أصلا معاناة من قبل هذه الحرب بشأن عدم وجود مستشفيات لقرابة ثلاثمائة من سكان المدينة وبالتالي لكم أن تتخيلوا كيف يمكن أن يكون المشهد إذا ما كانت رفح الآل لوحدها فيها أكثر من مليون وثلاثمائة الفلسطيني يعني أكثر من مليون نازح في رفح وذات المشافي على حالها في ظل الحصار طبعا ومنع إدخال مقومات العلاج حتى لهذه المشافي في مدينة رفح كذلك الأمر في مدينة غزة كانت ليلة عصيبة جديدة لليوم الثاني على التوالي نعلم أن إسرائيل دمرت كل شيء في مدينة غزة ونفذت هجوما وعدوانا بريا واسعا قتلت خلاله مئات العائلات وارتكبت يعني عدد كبير من المجازر ومن ثم انسحبت تحت ضغط ضربات المقاومة لكنها منذ ثلاثة أيام تسعى التوغل باتجاه هذه الأماكن السكنية التي انسحبت منها وتحديدا في المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الجنوبية الشرقية إلى جانب المناطق الشمالية الغربية هذه المناطق كلها كانت قد انسحبت منها قوات الاحتلال وفي الساعات الماضية حاولت أن تدخل مرة ثانية وسط مقاومة عنيفة من قبل الفصائل الفلسطينية التي تقول أنها تتصدى بكل قوة لهذه الاقتحامات الإسرائيلية لكن عمليات التوغل الجديدة تترافق أيضا مع أحزم نارية عنيفة باتجاه الأحياء السكنية والمنازل وحتى مراكز إيواء النازحين على غرار ما جرى في مراكز تتبع لوكالة الأنروة في منطقة حي الرمال وهو أمر أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين هم من النازحين تحديدا من سكان بلدة بيت حانون شمال قطع غزة وبالتالي الأوضاع في مدينة غزة غاية في الصعوبة أمام هذه الغارات التي حصدت أرواح العشرات من الشهداء وكذلك الجرحة وتبدو المهمة الأكثر تعقيدا تتمثل في معالجة الجرحة والمصابين خاصة وأن المشافي في مدينة غزة وشمالها انهارت تماما بفعل الاستهداف الإسرائيلي وكذلك منع إدخال المساعدات والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء عوضا عن أزمة الكهرباء المقطوعة بالتأكيد منذ اليوم الأول عن قطع غزة بقرار إسرائيلي وبالتالي الأوضاع في مدينة غزة تغلي على صفيح ساخن هناك حركة نزوح داخلية المواطنون لم يستجيبوا لدعوات ونداءات الاحتلال بالخروج من مدينة غزة إلى وسط القطاع هم يدركون تماما أن إسرائيل تسعى فقط من خلال ذلك للتغطي على جرائمها وتضليل العالم بشأن الحديث عن أماكن آمنة وأماكن غير آمنة فلا مكان آمن في قطع غزة من شماله وحتى جنوبه وبالتالي هؤلاء المواطنين تحديدا من سكان غرب مدينة غزة بدأوا يلجأوا للمناطق الشرقية في الزيتون والشجائية رغم أن القصف الإسرائيلي كذلك يطال هاتين المنطقتين على صعيد عمليات المقاومة ما زالت المقاومة في مدينة خان يونس تسدد مزيد من الضربات النوعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هناك عمليات أعلنت عنها كل من كتائب القسام وصرايا القدس بشأن تدميرهما لعدد من الآليات والجارفات الإسرائيلية وقنصهما لعدد من الجنود الإسرائيليين وكذلك السهداف مباني مدنية كان يتحصن بها جنود الاحتلال ويتخذون يعني من خلالها المدنيين دروعا بشرية وهذه العمليات بحسب القسام والصرايا أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والمقاومة بالتأكيد صادقة على اعتبار أنها توثق هذه العمليات بالصوت والصورة كذلك لا بد من الإشارة إلى الضربة النوعية التي من المؤكد أنها ستبدد كل آمال إسرائيل وتحديدا على الصعيد الداخلي التي نفذتها المقاومة خلال الساعات الماضية أقصد هنا الضربة الصاروخية الكبيرة باتجاهة الأبيب هذه الضربة تضمنت عشرات الصواريخ انطلقت من وسط الركام والدبابات الإسرائيلية في مدينة خان يونس وإن إسرائيل حاولت أن تغفي ما جرى على ما يبدو للملمة ما بقي من صورتها تحديدا أمام جمهورها من خلال الحديث عن خمسة عشر صاروخا لكن مصادر في المقاومة أشارت إلى أن الصواريخ كانت بالعشرات وانطلقت نحو تل أبيب تؤكد من خلال هذه الصواريخ المقاومة أنها قادرة على التحكم بنسق ومدايات وأماكن وتوقيت أيضا إطلاق هذه الصواريخ خاصة وأن المقاومة في القاطع الشمالي من قطاع غزة حيث كانت إسرائيل تدعى السيطرة على شمال القطاع تطلق بشكل شبه يومي قذائفها وصواريخها باتجاه المسوطنات الإسرائيلية وكذلك باتجاه البلدات البعيدة إلى حد ما عن حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة على غرار أسدود وكذلك عسقلان وبالتالي المقاومة كذلك تريد أن تشدد على أن قرار عودة المسوطنين إلى من يسمى بغلاب غزة هو بيدها وليس بيد لا نتنياه ولا جيشه العاجز في الميدان والذي لا يستقوي حتى الساعة إلا على المدنيين العزل في القطاع. أشكرك أكرم دلول مراسل الميدين كنت معنا من رفح على كل هذه المعلومات وهذه الإحاطة الشاملة بكل التطورات التي تحصل في غزة كانت على الصعيد العسكري أو حتى على الإنساني والميداني. شكرا لك أكرم دلول وأنت باقي معنا بطبيعة الحال لتوافين دائما بكل المستجدات من جنوب غزة وتحديد من رفح. أرحب بك اللواء محمد عباس خبير في الشؤون العسكرية والسياسية أنت معنا بن دمشق. أبدأ بما ختم به الزميل أكرم دلول فيما يخص هذه الصواريخ التي أطلقتها أهلا بك. التي أطلقتها المقاومة يوم أمس باتجاه تل أبيب. وبحسب المقاومة أن هذه الصواريخ أطلقت من خان يونس من منطقة أصلا فيها اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. وأيضا كما ذكر الزميل أكرم دلول من موقع هو تحول إلى ركام بطبيعة الحال. جراء القصف وهذا القتال مع قوات الاحتلال. هناك من وصف هذه العملية على أنها إنجاز أو حتى معجزة عسكرية. أن تقوم المقاومة بإطلاق هذا الكم من الصواريخ باتجاه تل أبيب من هذه البقعة الجغرافية بالذات. كيف تابعتموها وكيف يمكن أن نفسر ما حصل وأي مألات له؟ سلام الله عليكم وعلى مشاهدكم الكرام. وشكرا على الاستضافة. نعم إنها معجزة أن تستمر المقاومة لهذه المدة الزمانية الطويلة. لبل أن تستمر وهي تمسك بزمام المبادرة. وتختار التوقيت المناسب. القادر على زعزات الروح المعنوية أو النفسية أو إرادة القتال. أو إرادة الانتماء لدى المستوطنين الصهاينة. وأيضا لدى من أعتقدوا أنهم استطاعوا أن يخترقوا غزة وأن يتسللوا إلى داخل القطاع. وأن يحققوا أهدافهم العسكرية. الواقع تميزت الضربة يوم أمس بعناصر كثيرة من عناصر في بوضعها العسكري. أهم هذه العناصر هي الحيوية. الحيوية هي أن تكون قادرة على الاستمرار في تنفيذ المهام القتالية في كافة الظروف وفي كافة الشروط. لا أقول الظروف الجوية أو الظروف البيئية أو المناخية. لكن في الظروف أن تكون محتلة. وأن تكون الدبابات الإسرائيلية محيطة بك. وأنت تستطيع أن تنفذ هذه المهام بعدد أقل من الأفراد والعناصر. وبفعالية عالية وبقدرة على التحكم بعدد الصواريخ. وأيضا تصل هذه الصواريخ إلى أمديات بعيدة. أن تصل إلى تل أبيب أو أن تصل البعض منها وصل فيما مضى إلى غلاف حيفا. وبالتالي قدرة قدرة عالية في اتخاذ القرار. مبادرة في التوقيت والزمان. وأيضا الفعالية العالية لهذه الصواريخ والقدرة التدميرية. وأقول هنا الدقة. سواء كانت هذه الدقة في إصابة الصواريخ لأهدافها. أم الدقة في استغلال الزمن. الزمن هنا أقصد به أن الإسرائيل اعتقد بأنه قد سيطر على الشمال غزة. أو في خان يونس. وأنه قد سيطر على المنطقة. وباتت تحت تصرفه. وتمكن من تنفيذ التدمير المساحي. التدمير المساحي يعني أنه لا أثر للحياة في هذه المنطقة. يفاجأ أنه في هذه المناطق التي دمرت فيها أو التي أزيلت فيها أشكال الحياة وأسباب الحياة. المقاومة تستطيع أن تستمر. تستطيع أن تعيد حيويتها. وأن تعيد إنتاج مهامها القتالية. وتحقق هذه الضربات النوعية. وبالتالي نستطيع القول أنها معجزة عسكرية. نعم. أن تستثمر في الأرض. أن تستثمر في الركام. حتى الركام الذي نتج عن تدمير الأبناء والشوارع والبنى التحتية الوطنية الفلسطينية. هذا الركام بات درعا. سميه منظومة وقايا. سميه منظومة وقايا لحماية قواعد إطلاق الصواريخ الفلسطينية. من الطيران الإسرائيلي أو من الإستطلاع الإسرائيلي. أو حتى من قدرة الإسرائيل على كشف هذه المواقع. وبالتالي يسجل للمقاومة قدرتها على الإبداع في التفكير. الإبداع في اتخاذ القرار. التمييز في استخدام الأرض. واستخدام صحيح لما هو فوق الأرض وما هو تحت الأرض. سيادة اللواء. بالحديث عن إنجازات المقاومة أيضا. عادة إسرائيل كانت تستند على الحروب السريعة. على المعارك القصيرة المدى. وذلك لأنها تعتقد بأنها ستحقق نصرا من خلال هذه الحروب والمعارك. اليوم تحولت الأمور إلى حرب استنزاف بالنسبة للقوات الإسرائيلية. وهذا الأمر واضح. وهو يعني معترف به من قبل القادة في إسرائيل والأعلام الإسرائيلي. ومن هنا أسألك. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور في المستقبل القريب؟ ميدانيا طبعا. شكرا لك. الواقع الإسرائيلي التمدى. النظرية الإسرائيلية ونظرية الأمن الإسرائيلي كانت تعتمد على الحرب الخاطفة. وكنا دائما نقول أن إسرائيل عاجز عن خوض الحرب لمدة زمنية طويلة. بسبب الحجم البعدة الديمغرافي. وضيق المساحة. وحاجتها ليد العاملة. وتدوير الإنتاج. وإدوات الإنتاج. والاقتصاد الإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي أرغم. لا أقول بقراره. أرغم الإسرائيلي على خوض حرب طويلة الأمد. وهذه الحرب كانت حربا نعم. حربا استنزافية. حربا استطاعت المقاومة فيها. أو تمكنت من إنهاك القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي. واستطاعت أن ترغمه على أن يدخل في زواريب وفي شوارع وفي ممرات غزة الضيقة. وأن تصدع له جيوب قتل. ومناطق قتل. واستطاعت أن تنفذ مهمها القتالية من مسافة صفر. وهذا إبداع للمقاومة الفلسطينية. أعتقد أنه لم يدخل في حسابات المنظرين العسكريين. لا في الماضي ولا في الحاضر. عندما ندر في السلاح المدفعي يقول أن على الجندي أن ينفذ مهمه النارية. أو أن يكون منتلكا للأعصاب الهادئة. وقدر على الصبر. وانتظار الهدف حتى يكون على مسافة خمسمائة متر أو ألف متر. وتطلق النار وبكل ثبات تطلق. عند قيادة الصواريخ مضال للدبابات. المفاجأة التي عقدت أدهشت العالم كله. أن هذه المسافات كلها قد ألغيت. وبات المقاتل الفلسطيني يقاتل من مسافة صفر. يحمل الصاروخ. يحمل العبوة الناسفة. ويضعها على ظهر الدبابة. ويقودها من مسافة قريبة جدا. ويتمكن من تدمير هذه الدبابة المعادية. المسافة صفر هو إنتاج وإنجاز حقيقي. يسجل للمقاومة الوطنية الفلسطينية. اليوم الإسرائيلي لا يستطيع أن يقاتل مسافة صفر. لا يمتلك الروح المعنوية القتالية العالية. لا يمتلك القدرة على المواجهة البشرية. لا يستطيع أن مواجهة الأفراد الفلسطينيين بأفراد الصهاينة. وبالتالي الإسرائيليون مرغمون على خوض هذا النوع من القتال. لا يستطيعون الانسحاب. إذا من سحبوا فقدانوا هزمتهم. وإذا من سحبوا فهم سيكونون في أضعف اللحظات. القوات عندما تنسحب تكون في أضعف لحظات جاهزيته القتالية. وهي تحتاج إلى قوات أخرى لتغطيتها من ملاطق الانسحاب. عندما سحبوا من خان يونس. اعتقدوا أن خان يونس تحت السيطرة. الآن تعودوا الضربات الصاروخية من جديد. يعودوا الاشتباك ببساطة الار بي جي. أو بالعبوات الناسفة. أو من نيران القناصة. القناصة يطلقون النار أيضا مسافة صفر. وبالتالي هذا كله يشير ويؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في الصفوف الإسرائيليين. برغم هذه الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاحتلال. والتي نتبعها يوما تلو الآخر. نتحدث عن أرقام لم يعرفها الاحتلال في تاريخه. فيما يخص القتلى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين. وأيضا فيما يخص الإصابات والجرحة. هذا نهيك عن الأضرار النفسية فيما يخص جنود الاحتلال. بني جانس. وبرغم كل ذلك. تحدث أمس وقال بأن هذه الحرب قد تطول ربما لعام. لعقود. تحدث عن أعوام طويلة من الحرب. استنادا لماذا يقول ذلك؟ الحقيقة الإسرائيلي يدرك والمجتمع الإسرائيلي يدركون جميعا أنهم عاجزون عن خوض حرب طويلة. وهم لا يتحملون الخسائل البشرية الكبيرة. وندرك ذلك بخلال وجود عناصر كثيرة في الجيش الإسرائيلي. تظهر عبر اليوتيوب والسوشال ميديا. وتعلنوا رفضها الإنخراط في القتال في غزة. وتعلنوا عدم رغبتها. استعدادها للدخول للسجن بدلا من الذهاب إلى غزة. بمعنى أوضح الإسرائيليون غير جاهزين لدفع أثمان كبيرة من دمائهم. ومن أشلاء أبنائهم. هذا من ناحية. نحن نؤمن تماما أن الجيش الإسرائيلي غير مدرب في الحقيقة على خوض هذا النوع من الأعمال القتالية. سواء. ما يقال بالـ الحروب غير المتماثلة أو غير المتكافئة. تكون هناك مجموعات قتالية صغيرة في مواجهة جيوش نظامية. المجموعات الصغيرة عادة ما تنتصر. الانتصار يكون للمجموع التي تكون قادرة على تحمل الخسار البشرية أكثر. يعني مثلا الشعب الفلسطيني دفع حتى الآن أكثر مئة ألف شهيد وجريح. وهم مستعدون لدفع مئات الألوف من الشهداء والجرحة. وبالتالي هذا معيار انتصار للشعب الفلسطيني. البعض يتساءل وربما يبتسم أو يسخر من هذه الكلمة. ويقول هل معيار الانتصار أن تدفع مزيدا من الشهداء؟ نعم. أعتقد أن الشعب الجزائري دفع مليون شهيد من أجل الاستقلال وطني. أعتقد أن الشعب السوفيتي دفع 30 مليون شهيد في الحرب العالمية الثانية. وهنا تأتي المفارقة أن الجيوش الكبرى عاجزة عن تحمل الخسارة الكبيرة. لأنها سواء كان بتربيتها أو ببنيتها النفسية والمعنوية والتنظيمية أم ببنيتها المجتمعية كشعب أو كمجتمع. سيما أنه يقاتل على غيره. لا توجد عدالة لقضيته. الفلسطيني يحمل عدالة القضية. الصهيون قادم من أسقاع الأرض. ويدرك تماما أنه لا يدافع عن قضية عادية. ويدرك تماما أنه قاتل. والبعض الكثير منهم. نرى هناك حخامات. هناك أفراد يهود يعترضون الآن على كل هذه المجازر الدموية. والإبادة الجماعية التي ينفذها الكهان الإسرائيلي. سيادة اللواء. حتى يومنا هذا لا تزال عملية المقاومة العراقية فيما يخص استهداف قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والأردن. تتفاعل. بقوة في واشنطن. وهناك تساؤلات حول كيف سترد واشنطن على هذه العملية التي أدت إلى مقتل ثلاثة من جنودها. وأيضا إلى إصابة أربعين. بحسب الحصيلة الأمريكية. ولكن هناك من يبحث أيضا كيف تمت هذه العملية. بوليتيكو على سبيل المثال سيادة اللواء. تقول نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية. أكد أن الطائرة المسيرة التي قتلت جنود الأمريكيين الثلاثة واستهدفت هذه القاعدة الأمريكية. تمكنت من تجنب اكتشافها عبر تتبعها مسيرة أمريكية. كانت عائدة إلى القاعدة المستهدفة في الوقت نفسه. عسكريا كيف تقرؤون هذه العملية قبل أن نتحدث عن تبعاتها؟ هذه العملية تسجل لإنجاز المقاومة التي استطعت أن توجه ضربة قاسية للاحتلال الأمريكي. كما قال بايدن أن نواجه يوم من قاسية. نعم. تنفيذ المهمة في تصوري أنه صراع في العقول العسكرية. في الفن العسكري. هناك صراع بين منظومة الدفاع الجوي والطائرة أو الوسائة الصاروخية أو الطائرة المسيرة أو الطائرة العادية. هذا الصراع قائم على الدفاع الجوي يبحث عن الاكتشاف الهدف. والطائرة تبحث عن نقاط الضعف الموجودة في منظومة الدفاع الجوي. إذا أخذت بعين الأتبار أن الطائرة مقاومة تسللت خلف الطائرة الأخرى. أعتقد أنها محاولة لتسويق عملية الاختراق من قبل الأمريكيين. وتبرير هذا الاختراق. في تصوري أنا برأيي الشخصي. أن المقاومة استطعت أن تدرس نقاط الضعف في منظومة الدفاع الجوي المتمركزة في منطقة التنف. ودعني أوضح أكثر أن الدفاع الجوي عادة ما يكون على طبقات قريبة متوسطة عالية وعالية جدا. الإسرائيليون أو الأمريكيون لم يكنوا في بعض النقاط. لم تكن هذه المنظومة الدفاع الجوي ربما تكون متوفرة بشكل كامل. سواء كانت منها القريبة أم المتوسطة أم العالية. هناك مسألة المناطق المحجوبة وغير المرئية. عندما تتسلل هذه الطائرة من الالتفاعات المخفضة. يكون من الصعب على منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى أو العالية جدا. أو المتوسطة أن تكتشف هذه الأهداف القريبة من الأرض. من ناحية الثانية. أعتقد أننا نستطيع أن نستخدم منظومات الجي آي اس التي تسبح لنا بمعرفة المناطق التي تكشفها المنظومات الرادارية المعادية. طبعا هنا أقصد الخرائط الرقمية والتطبيقات الجي آي اس بما يتعلق بمناطق الكشف ومناطق الحجب الراداري أو منظومة المراقبة المعادية. يمكننا بهذا الاتجاه أن نكتشف نقاط الضعف أو نحدد نقاط الضعف في منظومة الدفاع الجوي للعدو. ومن خلال ذلك نستطيع أن نستغل هذه النقاط وتتسلل الطائرة وفقا لبرمجيات محددة. علينا أن ندرك تماما أن المقاومة تستخدم منظومات متقدمة متطورة بجاي اس اكستنشنز أو ما يقود باتجاه تحديد نقاط الضعف والخفوت الراداري أو خفوت مناطق الكشف المعادية. وهنا تستطيع أن تتسلل الطائرة وتوجه ضرباتها وتفاجئ العدو كما حققتها الطائرة الصديقة التي نفذت ضربتها ضد البرج 22 الأمريكي. الآن كيف التفاعل هذه العملية؟ الأمريكيون لم يكنوا يعتقدون أن الجنود الأمريكيين الذين يحملون الهوية الوطنية الأمريكية كانوا في منعا عن الإصابة. لأن من كان يقتل عادة في كل الأهداف التي كانت توجهها المقاومة كان يقتل ما يسمى الحقيقة بالبروكسي والجنود البودلاء والجنود البودلاء والمقاتلون البودلاء الذين يعملون باسم داعش أو النصرة أو المجموعات الأخرى. وبالتالي أمريكا تستثمر في هؤلاء الجنود البودلاء بدلا من الجنود الأمريكيين. عندما قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب حوالي أربعين. ثارت ثائرة البنتاجون والكونغرس والشارع الأمريكي. لماذا نحن اليوم موجودون في أمريكا؟ دعيني أذكر سادة المشاهدين بأنه في 23 شباط العام الماضي 2023 أعتقد أن أربعة جنود أمريكيين جرحوا وتقدموا الكونغرس الأمريكي بمذكرة لسحب القوات الأمريكية من سوريا. ووافق على هذه المذكرة مئة عنضه من الكونغرس الأمريكي. وبالتالي أعتقد اليوم أن إشارة استفهام كبيرة لهم ستطرح أمام الكونغرس أمريكي وأما الشارع الأمريكي. لماذا نحن في سوريا؟ في تصوري أنه يوم أمس كنت على أحد المحطات وكان معي من طرف الآخر أمريكي. معاون وزير خارجي أمريكي سابق. وقال إننا لن نسحب من سوريا ولن نخرج من سوريا. فقلت له عندما تزداد الفاتورة ويزداد عدد أشلال أمريكيين العايدين إلى مطاراتكم. سوف يضغط الشارع الأمريكي للخروج من سوريا. لأن وجودكم وجود احتلال. وأنتم لا مبرر لوجودكم. تقولون أنكم تحالف لقتال داعش. هل تستطيع أن تقدم لي فقط مرة واحدة أن جندياً أمريكياً قتل على يد داعش؟ أو أن أمريكا قتل جندياً واحداً من داعش؟ ربما ما قال الحقيقة في هذا الإطار هو الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قال I love oil. أنا أحب النفط. وفي سوريا هناك نفط ولذلك نحن باقونا. هناك علماً بأنه لوحة في أكثر من مرة بسحب الجنود الأمريكيين. وكان أيضاً هناك حديث في أمريكا عن سحب الجنود الأمريكيين منذ أيام قليلة لينفي ذلك مسؤول أمريكي للميادين. ويقول بأن ربما هذا ما حصل هو ليس دقيق. والحديث عن هذا الموضوع هو ليس جدي في هذا التوقيت بالذات. اسمح لي سيادة اللواء محمد عباس أن يشاركنا في هذه التغطية. السيد جوناثين ستيل. كبير المراسلين الأجانب السابقين لصحيفة الجاردين. ينضم إلينا من لندن. مرحباً بك أستاذ جوناثين ستيل. أنت تابعت أعتى حروب تاريخنا الحديث. تابعتم ما حصل في العراق. في أفغانستان. واليوم تتابع عن كثب ما يحدث في غزة. كيف تفسرون هذه الضراوة في المعارك. هذه المجازر بحق الفلسطينيين. وبحق النساء والأطفال. أعتقد أن الحكومة الأمريكية متفاجئة بقدرة الصمود لدى حماس. فأن حماس ما تزال قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقادرة على منع الجيش الإسرائيلي من تنظيف غزة بشكل كامل. لكن أعتقد أن الجهود الرامية في هذه اللحظة هي الحصول على وقف إطلاق النار. ومحاولة ربط إطلاق النار بإطلاق صراح جميع الرهائن. ذكرت في البداية أنكم تبعتم الكثير من الحروب. وأنت تقول بأن أمريكا اليوم هي متفاجئة من قدرة حماس على الصمود والمقاومة وسط كل هذا العدوان الإسرائيلي. كيف تفسرون بحسب خبرتك صمود المقاومة؟ هذا موضوع يتعلق بطبيعة الحرب اللامتناسبة والأرض. إذ أن الإسرائيليين لديهم سلاح شو ودبابات. وحماس لديها أي من هذه المعدات. ولكن حماس مرتبطة بسكان وبشعب غزة. لذا فهي تستخدم البنى التحتية والأبنية. ولذلك من الصعب على الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال أن يتحكم أو يسيطر على المنطقة. وما يزال هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق التي لم يستطع الجيش الإسرائيلي ومهندسي الجيش الإسرائيلي أن يتمرها. لذلك متزال حماس تستطيع أن تعمل بشكل أكثر فعالي مما توقعه الإسرائيليين والأمريكيين. سيدة جوناثن، هل تصلكم صور الأطفال والنساء الذين تحولوا إلى أشلاء جراء الضربات الإسرائيلية؟ كيف تقيمونها؟ هل رأيت مشهداً كذلك في حياتك؟ أو مشاهد؟ هذه الصور فضيعة للغاية ولقد رأيناها في حروب سابقة ولكن ليس لهذه المدة طويلة لأننا نرى هذه الصور لمدة ثلاثة أشهر إذ استمر القصف لثلاثة أشهر وبات عدد الجرحة والقتل خاصة للمسلين والأطفال والنساء كبيراً للغاية ولكن الفكرة أن هذا يحصل أمامنا والناس جالسون في بيوتهم وفي غرفهم في كل يوم لذلك من المثهل ومن العظيم جداً والفضيع أن نرى مثل هذا الكم من الدمار على تلفازنا سيد جوناثن، بريطانيا لم تنقى بنفسها عما يحصل في الشرق الأوسط وعما يحصل في غزة بالتحديد ريشي سونك رئيس الحكومة البريطانية توجه مسرعاً إلى إسرائيل عنق نتنياهو وقدم الدعم العلني لحكومة إسرائيل كيف تقيمون أداء الحكومة البريطانية بعد كل هذه الأيام من الحرب؟ إن موقف الحكومة البريطانية لم يتغير، فهي لا تنوي المطالبة بوقف إطلاق النار إلا إذا حصلت على توضيح من الإسرائيليين يسمحون لهم بالمطالبة بإطلاق النار فأن الإسرائيليين لم يريد البريطانيين أن يدعموا قرار المحكمة العادلة الدولية بتوصيف هذه الحرب على أنها إبادة جماعية ولقد قالوا أن محكمة العادلة الدولية ليس لها من الشرعية شيء ولا يمكن لها البد في موضوع غزة وإسرائيل ولذلك فأن الحكومة الإسرائيلية ممتنة وتحترم الموقف البريطاني لأن الحكومة البريطانية قاسية على حماس ولكنها ليست قاسية على إسرائيل طيب، تحدثت بأن ربما من المؤسف أن تحصل كل هذه المآسي ونحن نراها في البيت والكل جالس في منزله ويتابع هذه المجازر ولكن في بريطانيا بالتحديد كان هناك تظاهرات وتحركات كبيرة هناك من تحدث بأن لندن شهدت أكبر تظاهرات عرفتها تاريخ أو عرفت هذه المدينة في التاريخ تنديدا بما يحصل في غزة رفضا لقتل الأطفال والنساء ومطالبة بوقف إطلاق النار كيف تتبعون هذه التظاهرات وبرأيك هل ستشكل أي نوع من ضغط على الحكومة البريطانية؟ أعتقد أن هذا الأمر سيد جحناب لأن هذه المظاهرة تحصل في كل يوم سبت في كل أسبوع منذ السابع من أكتوبر لذلك هذه ليست مظاهرة واحدة قد حدثت إنما تحصل في كل يوم سبت وتتعاضم الحشود في الشوارع وأكثر من توقعاتنا وبالرغم من أننا اليوم بدنا نشهد على ثلاثة أشهر من المظاهرات ولكنها لم تنحسر أبدا إن الناس مدهولين ومصطومين مما يحصل في غزة ومطالبين بوقف إطلاق النار ويطالبون الحكومة البريطانية بأن تكون أكثر قصاوة على إسرائيل وثمت حديث كذلك عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لذلك إسرائيل تتعرض لضغط متزايد بسبب هذه المظاهرات وكذلك الحكومة البريطانية ولكن هذا لا يكفي لإحداث تغيير جذري بالسياسة الخارجية البريطانية بالحديث عن إحداث تغيير جذري ربما بالسياسة الخارجية البريطانية هناك أيضا من يعمل على الضغط على الأحزاب البريطانية في الداخل البريطاني زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر على سبيل المثال يتعرض لضغوط من قبل عدد من نواب حزبه نتحدث عن أكثر من 56 نائبا يطالبون كير بتغيير موقفه تجاه ما يحدث في غزة هل برأيك هذه المساعي ستصل إلى مكان ما أعتقد أن هذا من غير المرجح وذلك لأن كير ستارمر كان حادرا للغاية وكان يحث على إقامة الانتخابات قبل نهاية هذا العالم وكان يقول أن الحزب العمالي لديه الفرصة لكي يترأس الحكومة لذلك لا يريد أن يقوم بأي شيء ليظهر ضعفه أو أنه بدأ يتوانى عن حماية السيادة البريطانية ولذلك هو لا يختلف كثيرا عن حكومة ريشي سوناك عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة وفلسطين فهو لا يريد أن يقوم بأي شيء مختلف عن ما تقوم به الحكومة الحالية في بدء هذا الحوار أستاذ جوناثن تحدثنا أن بريطانيا لم تنأ بنفسها عما يحدث في غزة وهي أيضا لم تنأ بنفسها عما يحصل في البحار تحدث عن البحر الأحمر والبحر العربي هي شريك للولايات المتحدة في عدوانها على اليمن بالتحديد وهذا العدوان التي تجدد أكثر من مرة ما هي دوافع بريطانيا للمشاركة في مثل هذا العدوان الأمريكي على اليمن علما بأن هناك فضيحة انتشرت يوم أمس نشرتها صحيفة بريطانية أتحدث عن ساندي تيليغراف وقالت بأن السفن الحربية البريطانية تفتقر للقوة النارية لمهاجمة الأهداف البرية للقوات المسلحة اليمنية القوات البحرية البريطانية غير متطورة بشكل كامل فثمت ثغارات كبيرة بالإنفاق العسكري على البنى التحتية البحرية وذلك لا تتواجد الأسلحة والبنى التحتية العسكرية ولكن البريطانية لا تريد أن تلعب أو أن تطلع بدور أيقوني أو رمزي لتظهر نفسها على أنها أفضل حليف لأمريكا لذلك عندما تقوم أمريكا بأي عمل كبير عسكري في العراق أو أفغانستان أو الشرق الأوسط تريد الحكومة البريطانية أن تكون إلى جانبها وتمدها بيد العون ولذلك تحاول بريطانيا أن تشعى أن أن ترسم لنفسها صورة أنها متزال قوية وأنها إلى جانب أمريكا إذن الأمر يتعلق بالإديولوجية وبالتاريخ أكثر من كونه عمليا فكما قلت أن القوى البحرية البريطانية غير قادرة على المساعدة الجدية إذن هي تريد أن تكون شريك للولايات المتحدة الأمريكية هل تكون شريك في هذه المعركة وهذا العدوان علما بأنه باعتراف بايدن نفسه أن هذه الغارات على اليمن لن تؤدي إلى وقف عمليات القوات البحرية والمسلحة اليمنية يعني نكون شريك مع الطرف الفاشل أو الذي سيفشل في النهاية أعتقد أن هذا هو الموقف الذي ستتزم به بريطانيا ستبقى إلى جانب أمريكا مهما طل الوقت ومهما كلف الأمر ولن يكون هناك سياسة خارجية بريطانية مستقلة إنما هي متحالفة وتابعة بالكامل لأمريكا تفضل البقاء معنا أستاذ جوناثن ستيل بينما يشاركنا في هذه القراءة لواء محمد عباس سأذهب إليكم ضيفنا وأنت معنا من دماشق لمناقشة هذه الفضيحة التي أعلنتها سندي تايمز فيما يخص هذه السفينة الحربية البريطانية وتحديدا HMS Diamond التي قال مسؤول بريطاني وهو مسؤول سابق في الجيش البريطاني قال بأنها عاجزة عن ضرب أي أهداف برية في اليمن كيف علينا قراءة هذا الأمر الواقع القوى البحرية لا تستطيع أن تحرز النصر والقوى الجوية لا تحرز النصر النصر دائما للقوى البرية وهي التي تستطيع أن تحقق الحرب وتنجز الحرب هذا من ناحية من ناحية ثانية عندما نتحدث عن القوى البحرية وقدرتها على رد الصواريخ أو على المواجهة القذاف المنطلقة من البر هناك نوعان من القذاف إما أن تكون هذه القذاف صامتة أو مصمتة أو غير موجهة بما أن آخر تقود بالدفع الذاتي لهذه القذيفة وتصل إلى أهدافها وهذه لا يمكن اعتراضها ولا يمكن للوسائط القتالية المتوفرة أن تعترض على هذه القذاف وأن تدمرها عندما تحدث عن صواريخ مقادة بالليزر أو صواريخ مقادة بمنظومات الجي بي اس أو المنظومات الأخرى فيمكن للوسائط التقنية الفنية الموجودة على مثل هذه السفن أن تعترض أو أن تتصدى لها لكن هناك مشكلة تواجه السفينة الزمن المتاح لإطلاق الصاروخ والوصول إلى هدفه يمكن أن يصل إلى حتى 75 ثاني وهذه 75 ثاني كفيلة أو تضمن لمن يطلق الصاروخ من البر أن يصل إلى هدفه وأن يسدده وأن يضمن تماما تدقيق إحداثيات ممكنة السيطرة المتابعة قيادة الصاروخ إذا كان هناك من تحكم بالصاروخ من يقوده أو من يطلقه لكن أمام السفينة التي عليها أن تتصدى لهذا الصاروخ أمامها دورة قيادة من 9 إلى 15 ثاني هذا الزمن لا تستطيع أو هذا الزمن لا يصبح للسفينة باتخاذ القرار وتحضير وتنفيذ الرمي ضد الصاروخ ضمن 9 إلى 10 ثاني أو 15 ثاني وبالتالي ازدمن دورة القيادة قصير جدا وضعيف لدى السفينة وبالتالي يمكننا القول أن هذه السفينة لن تكون قادرة على حماية ذاتها ولا تستطيع الدفاعا نفسيا ربما وفقا لمنظومة الاحتمالات ونظرية الاحتمالات ربما تستطيع أن تسقط بعض الصواريخ لكن عندما يزاد عدد الصواريخ وعدد الطائرات المسيرة وعدد الوساط القتالية التي تهاجم هذا الهدف البحري سوف يكون عاجزا عن التصدي لشبكة ومنظومة مركبة من منظومات التسديد والإطلاق وهذه المنظومات سوف تؤدي إلى إرباك منظومة القيادة للسفينة ولا تكون قادرة على التصدي للهدف وسوف تكون ضحية سهلة أمام الصاروخ أو القزيفة أو الصاروخ الباليستي أو الصاروخ الجوال وهنا نستطيع القول حتى البحرية البريطانية أو هناك من يتحدث عن التطور التقني الكبير الذي أحرزته قدرات الصاروخية اليمنية الصاروخية اليمنية والتي تم الإسيانة جدا بقدراتها هذه التقنية استطاعت خلال سنين الحرب أن تتطور بشكل يحاكي الدول المتقدمة وأعتقد اليوم أن هناك من يتحدث عن ضعف في القدرة القتالية للجوش الأوروبية وخاصة البريطانية أو ما يتعلق بالبحرية البريطانية ومدى قدرتها أو الاستجابات وسرعة الاستجابة لمواجهة الأخطار التي تتصدلها أو التي تواجهها هناك نقص في الزخائر هناك نقص في القدرات الصاروخية في كميات الصواريخ وأعتقد أن حرب أوكرانيا قد استنزفت الكثير من القدرات القتالية البريطانية أو الأوروبية بشكل عام تفضل البقاء معنا سيادة اللواء بينما أعود إليك أستاذ جونسون ستيل تحدثنا قبل قليل عن زيارة ريشي سونك إلى إسرائيل كانت هذه زيارة وحيدة بالنسبة لرئيس الحكومة البريطانية بينما نتابع ونلاحظ أنه منذ بدء هذه الحرب على غزة هناك زيارات متواصلة ومتتالية للقادة الأمريكيين البداية كانت مع بايدن ومن ثم بدأ لويد أوستن وأيضا أنتني بلينكنبي الذهاب إلى إسرائيل بين الفينتي والأخرى أسألك أي دور تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب على غزة؟ بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية إن دور أمريكا مهم للغاية فأمريكا هي الدعم الأساسي لإسرائيل وهي ترفض إدانة أو انتقاد نتنياهو على الملأ وهم ينادون أو يطالبون إسرائيل بتحلي بالصبر أو بتخفيف عملياتها ولكن ما من علامة أن إسرائيل قد غيرت من تكتكياتها ومن مقاربتها العسكرية ولا يمكننا أن نقول أن إسرائيل سوف تنتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب فالحرب استمرت كما كانت من قبل وهي تتمثل بتسوية غزة إلى الأرض وتحاول القوات البرية أن تدخل إلى عمق غزة وتشبر مئات الألاف من الفلسطينيين على النزوح والهرب من النار أو من إطلاق النار الإسرائيلي لذلك أمريكا تشاهد كل هذه الأمور ولكن أمريكا لم تحقق أي نتيجة أو أي إنجاز في هذا المجال ولم تنتقد إسرائيل على الملأ حتى طيب برأيك وبعد كل هذه الأيام على هذا العدوان على غزة أليس على أمريكا أو برأيك؟ هل يوجد أصوات في أمريكا تدعو اليوم إلى تبديل هذه السياسة في تقديم الدعم المطلق لإسرائيل عسكريا وحتى في هذه التغطية السياسية لنيتنياهو ولبنكفير وسموتريتش وهذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في التاريخ؟ لا أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم تغيير هذه السياسة فأغلب السياسيين الكبار في أمريكا يدعمون حكومة أكثر علمانية في إسرائيل وهم لا يدعمون وجود المتدينين والمتطرفين والذين أصبحوا غاية في القوة لذلك هم يريدون تغيير حكومة ولكن كما قلت من قبل هم لا يريدون انتقاد نتنياهو على الملأ لذلك هم في وضعا صعبا للغاية ويحاولون ممارسة النفوذ على الإسرائيليين ولكن هذا لا يحصل وهم لا يستطيعون قطع المساعدة العسكرية على إسرائيل وإذا فعلوا ذلك فذلك سوف يكون له تأثير كبير وربما يلوي ذراع نتنياهو لتغيير سياسته ولكن أستاذ جوناثن أستفيد من خبرتك لأسألك كيف وصلت أمريكا إلى هذا الموقف هذا الالتصاق بإسرائيل وبقادة إسرائيل وتحديدا بنتنياهو علمان بأننا في التاريخ عرفنا أكثر من شخصية قالت لا لإسرائيل لا لنتنياهو وأتحدث مثلا عن جيمز بيكر وأنتم تعرفون هذه الشخصية جيدا الذي وقف في الأيباك عام 1989 وقال لإسرائيل فيما يخص طموحاتك بإسرائيل الكبرى عليك إزاحة هذا الأمر من الوجدان الإسرائيلي وأيضا عدم التفكير به حتى نتابع اليوم ونلاحظ بأن هناك دعوات في الداخل الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة لإقامة المستوطنات في غزة لترحيل الشعوب الفلسطينية كان ذلك من الضفة وأيضا من غزة كيف وصلت الأمور في أمريكا لهذا الحد بدأ الناس العاديين يشعرون بالإرهاق من هذه الأمور أو من مشاهدة الجرائم في غزة وما حصل في أزمات سابقة لقد حصلت بعض التغيرات في الرأي العام الأمريكي ذأن 30% من الشباب اليهوديين في أمريكا يدعمون فلسطين عوضا عن دعم دولة إسرائيل وهذا تغيير جدري وكبير هذا يعني أن الشعب اليهودي الأمريكي بدأ يرى وشهة نظر الفلسطينية وبدأوا يدعمونها لا نعلم ماذا سوف يعفعله دونالد ترامب عندما يصبح رئيسا بحسب جو بايدن فأن دونالد ترامب سوف يكون حذرا وفي الماضي كان دونالد ترامب حذرا للغاية مع إسرائيل ولم يأتي بسياسة خارجية حازمة مع إسرائيل ولذلك سوف نرى ماذا يمكن أن يقوم به دونالد ترامب ستتحدث بحاسم وكأن دونالد ترامب سيصل إلى سودة الرئاسة وهذا الأمر محسوم أخذينا بالحسابات لا شك أن دونالد ترامب سوف يفوز بالترشيح الجمهوري والكثير من الدموقراطيين يرون أن دو بايدن كبير بالعمر ولا يستطيع أن يتبوأ هذا المنصب مرة أخرى وأن يكون مرشحا لذلك من المرجح أن يفوز دونالد ترامب عمرر الوقت فدو بايدن بدأ يشعر بوعكة صحية جديدة ويود دموقراطيين أن يتجنبوا وضع أنفسهم بموقف حرج بترشيح دو بايدن أذهب إليك مجددا سيادة اللواء اليوم هناك مفاوضات ومباحثات تجري في باريس فيما يخص ربما التوصل لوقف للنار وبالتالي إلى صفقة لتبادل الأسرة ولكن القيادي في حماس طاهر النونو أكد للميادين أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأساسية لأي خطوة لاحقة يتحدث عن وقف إطلاق نار شامل إلا أن نتنياهو هو من يعرقل أي صفقة بهذا الخصوص كيف نفهم عرقلة نتنياهو ولو كانت الإجابة باختصار لو تكرمت شكرا لك نعم نتنياهو يعتقد بأن أي وقف إطلاق النار أو أي هدنة هي مكافأة لحماس وهي انتصار للمقامة الوطنية الفلسطينية وهي أيضا أي وقف إطلاق النار سوف تكون بداية عد التنازل لنهاية الدور ومكانة وأي قيمة لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وأعتقد أن عد التنازل لوجود أو لمستقبل سياسي لنتنياهو سوف يبدأ في اللحظة التي يتوقف فيها إطلاق النار وبالتالي سوف يعرقل ويمنع أي عملية لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة خاصة وأن هذا الوقت فعلا سوف يكون انتصارا للمقاومة الفلسطينية التي فرضت بصمودها الاستمرار لهذه الفترة الزمنية الطويلة 120 يوم تقريبا وأربعة أشهر والصمود الأسطوري لهذه المقاومة بالمقابل هزائم متواصلة وانتكاسات كبيرة وشعور الإسرائيلي بأن كيانه لن يستمر إلى العام الثمانين أستاذ جوناثن أخطب معك هذه الساعة من التغطية في مستهل هذا الحوار ذكرت بأنك تابعت الحروب كان ذلك في أفغانستان وحتى في العراق وأيضا كنت بكتابة منشورات وكتب بهذا الخصوص من بينها كتاب يحمل عنوان الهزيمة خسارة العراق ومستقبل الشرق الأوسط أسألك اليوم معاقب هذا العدوان على غزة وإذا كنت ستكتب ربما كتابا عن هذا الموضوع أي عنوان ستختار وأيضا أسألك إلى أي مدى ما حصل اليوم ضاعف خسارة الشرق الأوسط بالنسبة للغرب يعني الغرب تضاعفت خسارته للشرق الأوسط هذا ما أقصد لست متأكدا ما هو العنوان الذي سوف أعطيه للكتاب لم أفكر في هذا الموضوع ماليا ولكن من الواضح أن التجربة التي رعيناها في مواجهة أو في رؤية قصص محوا عائلات برمتها ومشاهدة مئات الآلاف من المدنيين يتعرضون للنزوح القصري وللطرد من غزة ويتعرضون لنكبة جديدة ولكن صمود المدنيين في غزة ودى الوقوف في مكانهم ورفضهم الفرار إلى الضفة الغربية وإلى مصر وفي وجه جميع الجهود الإسرائيلية لتهجيرهم تعتبر أن محاولة تهجيرهم هي جريمة ضد الإنسانية وحصار غزة هو جريمة ضد الإنسانية ذلك أعتقد أنه بلا شك هذه إحدى أسبوع الحروب التي شنت في شرق الأوسط منذ عام 1948 شكرا لك جوناثن ستيل كبير المتراسلين الأجانب السابقين لصحيفة الغارديون وأحد أروع الكتاب بالنسبة لي شكرا جزيلا لك كنت معنا من لندن شكر أيضا لك سيادة اللواء محمد عباس خبير في الشؤون العسكرية والسياسية كنت معنا من دمشق هذه الساعة من التغطية مشاهدين وصلت إلى نهايتها ولكن التغطية متواصلة عبر الميادين ابقوا دائما معنا موسيقى 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 موسيقى